موسيقى يوم الدبلوماسية الجزائرية محطة متجددة لإبراز الدور المحورية الذي أضحى تلعبه الجزائر تحت توجهات الرئيس عبد المجيد تبون دور نابع من الثبات على المبادئ الراسخة في دعم القضايا العادلة فلنا أن نحتفي بهذا اليوم التاريخي الذي كرس عودة الجزائر إلى الحياة الدولية بعد ليل استعماري طويل ولنا كذلك أن نفخر بإنجازات الدبلوماسية الجزائرية خاصة وأنها تتجدد اليوم بكل حيوية وفعالية تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتقدم مساهمتها بكل عزم في مسيرة بناء الجزائر الجديدة مستنيرة في ذلك بمبادئ ميثاقها التأسيسي وشهادة ميلادها المتمثلة ببيان الفاتح نوفمبر 1954 وبما أن التكامل هو أبرز سيمة المؤسسة الدستورية فنشاط الدبلوماسية الكلاسيكية يحظى بمرافقة الدبلوماسية البرلمانية ما يساهم في إيصال كلمة الجزائري وإسماع صوتها دوليا الدبلوماسية الكلاسيكية لازمها ترافقها الدبلوماسية البرلمانية وهذا واش نعمل عليه في هذه العهدة التاسعة وتحت قيادة سيد رئيس الجمهورية وبهدف تخليد ذكر أولئك الذين صنعوا أمجادة دبلوماسية الجزائرية كانت المناسبة فرصة لتكريم عائلة الشهيد مصطفى فروخي وإطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية بشكله الجديد ترجمة نانسي قنقر